خرج الرئيس أردوغان مجدداً ليدافع عن قراراته الاقتصادية وكما كان متوقعاً كما في المرات السابقة سقوط حر وجديد لسعر الليرة التركية بشكل عام هناك صدبة غير متوقعة لم يتوقع أحد هذه الزيادة الكبيرة وهذا الانخفاض الكبير في قيمة العملة من كان يعتقد أن الليرة التركية تنخفض إلى هذا الحد إنه أمر مهين رغم هذا الانهيار المتواصل لليرة التركية أمام الدولار لا تزال السياسة النقدية التركية تعتمد على تخفيض أسعار الفائدة في البلاد وعلى وقع تخفيض البنك المركزي مرة أخرى لسعر الفائدة رغم ارتفاع التضخم تنهار العملة إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق مقابل الدولار جمعية رجال الأعمال الأتراك التي تمثل حوالي 85% من رجال الأعمال وأبرز المصدرين أوضحت أن الخيارات السياسية التي تم تنفيذها لم تخلق صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحسب بل لمواطنين كذلك مضيفة أنه وبالنظر إلى ذلك لا بد من تقييم الأدرار التي لحقت بالاقتصاد والعودة إلى المبادئ الاقتصادية التي تم وضعها في إطاري اقتصاد السوق عاجلا أم أجلا مثلما خفضنا التضخم إلى 4% عندما توليت السلطة سنخفضهم مرة أخرى أحزاب المعارضة من جانبها تتهم أردوغان بالتسبب في واحدة من أكبر أزمات العملة في تركيا كما ودعت إلى انتخابات فورية بينما تظهر استطلاعات للرأي تراجع التأييد للرئيس وحزبه الحاكم إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات وضع اقتصادي خانق جراء انهيار غير مسبوق للعملة التركية مع إصرار أردوغان التعامل مع اقتصاد بلاده بمنطق أسياسة فيما تتفاقم معاناة المواطنين يوما تلو الآخر عصام عبدالسلام العربية